شعور كبير أول شغل دعم من أستاذ باسم ومن أهلي والمعلمين كل آياتهم كان دعم كبير يعني يقول لي خلاني أصل لهذا الإشي من المدرسة لتخلصت الكلية كان فيه صعوبات إيش طبيعي بس صلح محاجفين بفوت مع المعلمين على حصص محوسبة بتصير مرات طلاب بسعيدهم بالإميلات بعملهم إميلات كثير شغلات مجبورة مرأ سنتين الخبرة على أساس أخضر أكمل أستاذ متوقعتش اللي بيوم أشتغل بمدرسة ولا بيش أما زي ما قالتلك دعم أهلي دعم معلميني مدير المدرسة كلها تساعدني توصلت له مغامرة كبيرة صراحة يعني خطة أول شغلي أكمل لأستاذ مواقفي الشون يعني وبهاي المدرسة هذا هدفي المدرسة اللي خلصت فيها الثانوية وتعلمت فيها أكمل فيها تقدر تقول هيك إشي وطورت عن طريق هاي المدرسة لو أنه كنت مع احترام لكل المدارسة وكنت مدرسة غير التكنولوجية كان مطورتش هذالإشي وزبطا إحنا من إقامة المدرسة يعني حلمت في بداية طريقي أن أول شي أن نصبه من مدرسة عادية إلى عن جد إلى كل وقدرنا حققنا حلمنا بتخريج هذا الفوج من طلاب الخارجين بصفة 13 و14 هاي الإحمد بالفوج الثالث من صفة 13 و14 وأول فوج بصفة 14 كأننا فوجين بس يعني هو يودجيمل أو صفة 13 إحمد الفوج الأول اللي خلصوا هندسائي مع رخوت تيكشوف أو هندساء أو هندسي منظومات محوسبة طبعا إحمد مع مجموعة من الطلاب اللي خلصوا هذا الفوج بأهلن طبعا هاي الشياري تنافسه على أي مهنة موجودة في مجال كل مجال المنظومات المحوسبة في صيانة الحواسي في إدارة الشبكات الحواسي إحنا طبعا نرافق طلابنا مش بس أنهو المصار وهكذا إلا نرافقنا في طول الطريق كمان طبعا المشروع كان مشروع الصفة 13 و14 بدي من من محل إنه إحنا شفنا إنه الطلاب نسبي قليلي من الطلاب اللي تنهي الصف 12 بتروحش على المجال الأكاديمي بتروحش على الأكاديمي إلا انخرطوا في سوق العمل بدون شهادة أكاديمية بدون المشروع جاء لي عشان هاي الشريحة عشان نرفع نسبة عدد طلاب اللي انخرطوا في المجال الأكاديمي طبعا مع الأتراف بنا كمكلية أكاديمية زي أي كليية أكاديمية موجودة في البلاد بتوقع أنه طبعا الطاقة من المهن الطاقة من الإدار اللي رافق المشروع واللي عمل على المشروع ولي واكب المشروع طبعا هدفه كان بس مش نشوف بس أنه الطالب أنهى مع شهادة أكاديمية إلا كمان نشوف طلاب اللي انخرطوا في سوق العمل كان إلينا نجاحات في خرط في اندماج بعض طلابنا في سوق العمل في محلات كان في طمرة أو خارج طمرة كان إلينا تجارب وتجربة إحمد أبو الهيجة طبعا هي تجربة اللي هي حسب رأيي هي تجربة اللي كلهاتنا افتخرنا فيها نرجوع وكونه طالب كان في المدرسة اللي أنهى المدرسة بصفتين عشر قبل سنتين ورجع عنا بعد سنتين اللي هو أنهى عن جد ورجع إلينا كزميل لإلنا طبعا هاي إشي اللي طبعا بنسبة لإلنا فرحة كبيرة بنسبة لإلنا إنجاز كبير اللي قدرنا أن نفوت طالب من طلابنا يكون طبعا لمجال التعليم أول شي وكمان تجربة كمان لطلابنا قدوا لطلابنا الموجودين بالمدرسة شوفوا إنه في مجال إنك تكون طالب بطني الصف الثاني عشر تكمل في المسار التعليم الفوق الثانوي وترجع على المدرسة كزميل لمعلمينك طبعا إحمد قصة بمسار اللي هو مفروض إن شاء الله طبعا إحنا عم نشترع إنه كمان يستمر عمله وبإجازة بيشتر معنا هنا بداخل المدرسة كتقن حسوب مسؤول عن كيف حكيت فتح وبديت تحكي عن قضية إنه مساعدة المعلمين في كل مجال دمج الحسوب داخل الصف مرافقتين مرافقة الطلاب عملوا كمان مقابل الطلاب بشكل فردي مرافقة صيانة كل حواسيب بالمدرسة كان من إدارة كان كل غرف الحسوب ويقوم بعمله بشكل ممتاز طبعا بتأمل طبعا بالسن القريبي إحمد كمان رح ينخرط بنساعده طبعا يكون بعد هاي التجربة السنية يفوت على مجال يتعلم لشهر التدريس يقدر يرجع كمان كمدرس لطلاب في المدرسة التكنولوجية إن شاء الله طبعا إشي مميز كثير وإله محل داخل غرفة المعلمين طبعا داخل طاقم المعلمين داخل غرفة المعلمين إحمد هو حسب رأي رجع مسؤولي كبير يعني مش بالعكس هو طبعا الفترة كمان السنتين بمرؤن بالصف 13 و 14 كمان عمل طبعا هي مجال تعليمي بس كمان مرافقة كمان اجتماعية ودعم هذا المحل حسب رأي إحمد مسؤول طبعا اليوم هو يكون في هذا الموضع في هذا المكان عنده مسؤولية أكبر عنده ثقة أكبر عندنا طبعا كل معلمين كمان مش بس أنا كل معلمين مجندين إنه يخد محله يكون إلو محل داخل المدرسة كواحد من زملائنا وأنا حسب رأي أثبت إحمد بالفترة القصير اللي استبيدي فيها إنه عن جد هو جدير بهذا المنصي هو جدير بهذا المنصي هو جدير بهذا المسؤوليته من اهتمامه من عمله المهني بكل ما يطلب منه في مجال حواسي بالمدرسة ترجمة نانسي قنقر